أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن قلق مصر البالغ نتيجة استمرار حالة التصعيد العسكري غير المسبوقة بين إيران وإسرائيل بشكل ينذر بخروج الوضع عن السيطرة وتهديد استقرار المنطقة وتعريد مصالح شعوبها للخطر وطلب وزير الخارجية نظيريه الإيراني والإسرائيلي قلل الاتصالين هاتفين منفصلين طلب بضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنأي عن سياسات حافة الهاوية والاستفزازات المتبادلة التي من شأنها أن تزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط ونقل وزير الخارجية إلى نظيره الإيراني والإسرائيلي استعداد مصر لتكثيف جهودها بالتعاون مع شركائها من أجل نزع فاتيل الأزمة الراهنة التي باتت تأخذ منحنا تصعيديا خطيرا لسيما لتزامنها مع استمرار أزمة قطاع غزة والمعاناة اليومية للشعب الفلسطيني والتصاعد حدة التوتر في بؤر متعددة في المنطقة مطالبا بإحكام صوت العقل والرشد وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لإيجاد حلول تحافظ على استقرار الشرق الأوسط وسلامة شعوب المنطقة